بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة من طلابنا في شركة آفاق التعليمية معكم الأستاذ محمد العقلة من مجمع آفاق البديعة سنكمل معكم شرح كفايات اثنين للصف الأول الثانوي نبدأ معكم طبعا نحن الآن في الكفاية الثانية وهي الكفاية الإملائية وكنا قد تكلمنا عن الهمزات والآن سنأخذ بعض التدريبات والتطبيقات عليها من هذه الأهداف لهذا اليوم في هذا الفيديو هو أن يوضح الطالب الأخطاء في الكلمات المهموزة سنعطي كلمة خطأ ونصححها الهدف الثاني يعطي تشبيها مناسبا لقوة الحركة والتدريب الثالث يبين سبب كتابة الهمزة في الجدول المعطى أمامنا نبدأ معكم في التدريب الأول في هذا الفيديو وهو التدريب التاسع معنا في الكتاب صحح الأخطاء التالية مع ذكر السبب أولا نبدأ بكلمة أمره هنا الهمزة في كلمة أمره همزة وصل أول حرف تكون همزة وصل أو قطع وكلمة أمره هنا الهمزة فيها همزة قطع لأنها كل الكلمات باللغة العربية من الأسماء فهي همزة قطع باستثناء عشرة أسماء موصولة وهي ابن وبن وبنان وبنتان واثنان واثنتان وأمره وأيمن الله هي هذه الكلمات العشرة فقط موصولة وما تبقى من الأسماء باللغة العربية تكون همزة قطع كلمة الهيئة هنا يوجد خطأ في هذه الكلمة الهمزة مفتوحة وقبلها ياء ولكن الفرق هنا يجب قد يختلط علينا في كتابتها على السطر لأن عندما تكون مفتوحة وما قبلها ساكن يختلط علينا بالياء هذه الياء هي الياء اللينة وليست ما الياء الليّة المدّية لو كانت الياء المدّية لكانت صحيحة ولكن هنا هذه الياء الليّنة لذلك هنا يوجد خطأ وتكون الهمزة على ألف المرؤة هنا الهمزة نقول فيها الهمزة مفتوحة وما قبلها ساكن والفتح أقوى من الساكن لذلك تكتب على السطر وهذه حالة خاصة ولا نكتبها كما نفهمها ونعرفها أن الفتح أقوى من السكون لأن الهمزة مفتوحة وما قبلها مدّية ساكن إذن هذا خارج القاعدة العامة التي نعرفها لذلك يكون الصحيح أن تكون على السطر وما قبلها ساكن سوءا هنا الهمزة فيها متطرفة لا ننظر إلى حركتها وإنما ننظر إلى حركة الحرفة التي قبلها وهو الواو الساكنة والسكون يناسبه السطر يبدأ هنا الحرفة التي قبل الأخير أو قبل الهمزة فتحة لذلك يناسبها أن تكون الهمزة على ألف جزءين يوجد أيضا سبقة الساكن وما قبلها مفتوح ويكون الفتح أقوى من السكون لذلك تكتب على ألف شؤون لدينا ضمة على الهمزة وضمة على الشنف والضمة تكتب على واو يستهزئ وهذه بحسب ما ننطقها إذا قلنا يستهزئ إذن تكون الهمزة على ي إذا قلنا يستهزئ تكون الهمزة على واو إذا قلنا يستهزئ تكون الكلمة على ألف بحسب نطقها وكيفما تكتب وهنا يستهزئون فنكتبها على كسرة وقلنا حسب ما تكتب وتقرأ من الحركات دعاء هذه كلمة صحيحة ولكن هنا القاعدة فيها يجب أن ننتبه لي أن الهمزة لا تقع بين ألفين إذا جاءت قبلها ألف نحذف الألف التي بعدها كما فعلنا بكلمة الدعاء ونضيف التنوين على الهمزة دون إضافة ألف التنوين التي تلحق التنوين في الآخر يقرؤون يوجد الهمزة في الوسط حركته ضم وما قبلها الفتح والضم أقوى من الفتح لذلك تكتب على واو تعبئة تعبيئة الهمزة حركة فتح والباء حركة وكسر فلذلك تكتب على نبرة وهذا التدريب الأول بارك الله بكم ننتقل إلى التدريب الثاني أيها الأحباء التدريب الثاني يقول أعطي تشبيها يمثل قوة الحركات نحن سنشبهها بالتالي أولا لدينا الحركات الأربع الكسرة الكسرة هذه نقول أنها مثل الأسد لا أحد يقدر عليه وإذا قلنا الضمة وهي بقوة في المرتبة الثانية مثل الذئب لا أحد يقدر عليه إلا الأسد وإذا قلنا الفتحة هي مثل الثعلب في المكري والخداع ولا يقدر عليها إلا الكسرة والضام وفي الأخير بأي تشبيه نستطيع أن نشبه السكون كالدجاج كالطائر الضعيف وهي أضعفهم الجميع يقدر عليها وأي تشبيه آخر تستطيع أن تزودنا به هذا جميل أيضا ننتقل إلى التدريب الذي بعده أيها الأحبة وهو تدريبنا الأخير الذي سيكون أصلح الأخطاء العشرة في رسم الهمزة سنبدأ في الخطاء الأول مع القراءة بإغلاق الهمزة هنا يوجد همزة وصل وإنما الصحيح بإغلاق همزة قطع سنتجاوز قراءة السبب في ذلك سريعا إليه همزة وصل لأنها حرف كل الحروف همزة قطع الخطأ الثالث يمو مسبوقة بسكون لذلك كتبت على السطر أيضا لدينا فاغطاظة هنا يوجد همزة قطع والخطأ خطأ والصحيح فاغطاظة لدينا أيضا اللؤم اللؤم أيضا على واو لدينا أيضا الكلمة السابعة استجمعة همزة وصل لأنها مصدر أو ماضي الفعل الخماسي أو السداسي دائما تكون همزة وصل فأسرع الغلام أسرع فعل رباعي لذلك تكون بهمزة قطع والأخيرة مفقوء والشقاء تكتب على السطر لأنها سبقت بألف ساكنة سنوصل هذه الحروف لؤلؤ كتبت بهذه الطريقة لأنها همزة وصل وهمزة متوسطة وهمزة متطرفة الهمزة المتوسطة ساكنة وقبلها ضم والضم أقوى لذلك كتبت على واو وهمزة متطرفة سبقت بضم لذلك كتبت على واو وهذا حالها أيضا يبدأ هنا يوجد ضمة ويوجد فتحة والأقوى الضم فلذلك كتبت على واو بناءهم أو بناءه أو بناءها الهمزة الضمة ضمومة وما قبلها ساكن لذلك كتبت على واو بادئ همزة متطرفة سبقت بكسر همزة متوسطة كتبت شيء أيضا مسبوقة بساكن لذلك تكتب على السطر سماء ساكنة فلذلك أيضا تكتب على السطر لأنها همزة متطرفة وضح لما تكتب الهمزة المتوسطة والمتطرفة بهذه الصورة الآن كما أخذنا في التدريبات السابقة وكما فهمنا من الدرس الشاطئ الجميل لماذا كتبت الشاطئ بهذه الحالة؟ لأنها همزة متطرفة قبلها ساكن استحق مفتوحة قبلها حرف بد وهي تتكلم عن جزائين تؤجل مفتوحة وما قبلها مضموم الوقت ساكنة وقبلها فتح إذن لو تكلمنا إلى نهاية هذا التدريب عندما نتكلم عن الهمزة المتوسطة نبحث عن حركة الهمزة ثم حركة الحرفة التي قبلها ونبحث عن الأقوى ونرسم الحركة كما يناسبها أما الهمزة المتطرفة لا ننظر إلى الحمزة الأخيرة أو حركة الهمزة وإنما ننظر إلى ما قبلها ونرسمها كما يناسب الحركة من ألف أو واو أو يا أو على السطر وفي نهاية يومنا هذا إلى اللقاء في شروح أخرى وبرك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته